السلام عليكم جميعا اليوم رح أقدم لكم شرح عن السؤال اللي أخذناه بالأسبوع الماضي هذا الشكل اللي تشوفوا قدامكم كان مطلوب من عدكم أنه تطلعون المصاقط الثلاثة الأمامي والأفقي والجانبي بالزاوية الزوجية الأولى خلال الشرح رح أستعين بالأخطاء اللي وقع بها القسم من عدكم أثناء الحل حتى نوضح الأسلوب الصحيح والرؤية الصحيحة بإيجاد المصاقط للأشكال المجسمة قبل ما أبدي الشرح أحب أحشو ياكم كم نقطة أول شي شكر وامتنان لكل الطلاب اللي ساهموا بالحل وأرسلوا إجاباتهم على الجوجل كلاسروم والبقية اللي مشاركوا ما أعرف شنو عذرهم لأنه الرسم كان كلش بسيط وانطيت مجال وقت كافي وما كان فتشي معقد فلذلك أتمنى بالمرات القادمة يشاركون ويبينون تفاعل أكبر النقطة الثانية اللي حبيت أحشي بيها هي استفسار بعض الطلاب خاصة طلاب المحافظات عن موضوع الأدوات أدوات الرسم الهندسي وضحت أنا بإجابة مكتوبة على الجوجل كلاسروم أنه الأدوات هي بسيطة ومتوفرة بكل مكان وسعرها مو مكلف على الأطلاق حتى لو شنتوا بمحافظات ما أعتقد أنه أكو محافظة هسة ما بيها كلية من كليات الهندسة بما أنه كليات الهندسة متوفرة بكل محافظات وكل كليات الهندس عدها مادة رسم هندسي فالمفروض أنه هاي الأدوات متوفرة بكل الأسواق لأنه أحنا بدأ نحكي على فتشي professional مع التصميم أحنا بدأ نحكي على تي سكوير عادي ومثلثات عادية جدا وفرجار إضافة لهذا حتى لو كانت مو مثلا متوفرة مية بالمية ولو أنا متأكدة أنه هي متوفرة بالأسواق حتى وردتوا تطلبوها فأنتوا تشوفون إيش قد أدنى عدد طلاب هندسة فهم عقولة بكل شارع أو الشارع اللي قبلكم الشارع اللي بعثكم قرائبكم ما عدكم طالب بالهندسة صف ثاني صف ثالث ثو متخرج وغالبا يعني رح يكون محتفظ بهاي الأدوات فيعني أترجاكم لصعبوني الموضوع على نفسكم وعلي وحاولوا يعني أنه تدبرون الأدوات بأسرع وقت ممكن زي هسا خلي نرجع الموضوعنا الشكل هذا والحل مالته أنا طلبت من عدكم إيجاد ثلاث مصاقط رح أبدو إياكم بالمسقط الأمامي شنو اللي حشوفه بالمسقط الأمامي يعني أنا هسا عندي هذا الشكل ولما أكون أنا واقف هنا شنو اللي رح أشوفه رح أشوف هذا المستطيل وهذا وهذا وأشوف هذا المستطيل وهذا المستطيل خلني نجي على الثلاثة الأولى هذاني على الثلاثة صحيح هي رح تكون بمستوي عمودي واحد لكن رح نشوف أكو فرق بالعمق بياناتهم هذا الفرق بالعمق ش رح يسوي رح يخليني أشوفهم ثلاث مستطيلات واحد بصف الثاني يعني شون واحد بصف الثاني يعني رح أشوف هذا المستطيل وأشوف هذا الخط الفاصل اللي يفصل بين هذا المستطيل وهذا كذلك الحال بالنسبة لهذا المستطيل وهذا المستطيل رح أشوف الخط الفاصل هنا زل فشون رح يكون عندي الشكل بالمسقط الأمامي الشكل الصحيح رح يكون هذا شوفوا يعني أنا من قلت لكم المستطيل الأول والثاني والثالث فرق العمق بياناتهم ورح يخليني أشوف هاي الخطين كذلك الحال قلنا بالنسبة لهذا المستطيلات الثانية الفور يعني شفتوها هنانا شون ضاهرة مزيلا أغلبكم ما سوى أخطاء بالمسقط الأمامي وين صار عندنا الخطأ أغلب الأخطاء صارت بالمسقط العمودي شنو اللي صار واية من الطلاب شم سوين ضايفين خط هنا خلا شوفكم شلون يعني هسه هو هذا هذا الشكل الصحيح بالمسقط العمودي شم سوين الطلاب ضايفين خط هنا هذا خطأ هذا مو صحيح خلي نجي نشوف نشوف ليش أسه آني بالمسقط العمودي شنو اللي رح أشوف رح أشوف هذا كل السطح وأشوف هذا وأشوف هذا مزيلا هذا السطح هذا جاي قطعة وحدة شوفون شلون صاير قطعة وحدة ماكو داعي أضيف خط فاصل هنا بين هذا الجزء وبين هذا الجزء تمام زيان لعدش وقت ممكن أنه نضيف خط نضيف خط لو كان الشكل هيجي سوشوفوا هذا الشكل اللي اللي على يمين الشاشة هو يعني استخدمت نفس هذا الشكل سوات عليه تعديل بس قللت من ارتفاع هذا المقطع حسا إذا أشوفه من فوق رح يكون عندي فرق بالمستوى بين هذا الجزء وبين هذا الجزء هنا إلي حق إنه أرسم خط فاصل بياناتهم بس بما إنه يعني ما نطيتكم هذا الشكل نطيتكم هذا فالمفروض إنه ما يكون أتكم خط فاصل بين هذا السطح وبين هذا يعني بين هذا الجزء وهذا تمام زيان يبقى شنو عدنا عدنا المسقط الجانبي همينا شوية صارت بي أخطاء شنو الخطأ اللي صار قسم تشوشوا ورسموا هذا الجزء هذا الجزء ما رح يبين أنت لما رح تباوع منا رح تشوف هذا حرف ال هذا رح يكون خاتل وراء لأنه هذا نفس ارتفاع هذا ما رح يبين يعني مغطي عليه ورح تشوف هذا الجزء الصغير يعني حرف ال وبصفة مستطيل صغير همينا أكو بعض الطلاب بالخطأ رسمه خط أفقي هنا يعني شو رسمه رسمه هيتش هذا خطأ مو صحيح الرسم الصحيح هو هذا حرف ال وأكو مستطيل بصفة وإذا أريد مرتلو نعرف شون أجدتي أجدتي حرف ال ال أجد منه والمستطيل الصغير أجد من هذا هذا ليش ما رح أرسمه لأنه هو نفس ارتفاع وعرض هذا الشكل هذا الجزء اللي هنا فرح يغطي عليه ما رح أرسمه جزي ملاحظة همينا فالشيء مهم لكم إذا تشوفون العلاقات بين هاي المساقط رح تعرفون إنه العرض هنا هو نفس العرض هنا يعني حتى هذا الخط هذا الخط العرض مات المسافة مات هي نفسها هذه تمام زي هاي المسافة مننا لهنا بين هذا الخط العام ودي وهذا الخط العام ودي هي نفسها مننا لهنا زي بالنسبة للارتفاع شرح يكون عندي رح يكون عندي هذا الارتفاع نفس هذا الارتفاع أنا دا أشرح لكم هيد شي بس حتى أبين لكم العلاقات بين المساقط الثلاثة يعني بالمناسبة أنا قلت يعني شرحت لكم دا أبلكم إنه مو بس الفريم الخارجي يعني أي تفاصيل ثانية مثلا هسه هذا الارتفاع هذا الصغير بدأ شوفه هو همينا نفسه هذا الارتفاع فيعني حتى التفاصيل الداخلية مرور الوقت رح يصير لكم رؤية شلون العلاقات بين واحد وواحد زي النقطة بسه خلصنا الشرح مالته أريد أوضح فهذه مسألة مهمة إنه عادة إحنا ما نكون هي شي بطيئين شفته إحنا من شان عدنا دمام شنن ناخذ تمرين بال داخل الصف يعني داخل المرسم وأطيكم مواجبات اثنين أو ثلاثة هس أنا شوية أبطأ بالموضوع لأنه احتمال شبير رح يلتحقون بين باقي الأفرق إن شاء الله قريبا حسب قرار دم انتظره من القسم يعني رح بدل ما أنطي بس الفرع الكات كام يجوز أنطي للقسم كله وما أريد يصير فرق بياناتكم لذلك هستدشفون إذا أتعامل البطء بالموضوع إلى أن تترتب الأمور إداريا وإن شاء الله المشي مالتنا رح تفرق أتمنى لكم الصحة والسلام جميعا يا ربي لكم والعوائلكم ومثل ما قلت لكم اللي ما سهموا بالحلول بالمرة الساقة أتمنى بالأسابيع الجاية يساهمون وسالفة الأدوات أترجاكم دبروها لأنه موضوع سهل وأني ما اعتمد عليكم أنه أنت كبار وعلى قدر عالي من المسؤولية فإن شاء الله يا ربي ما يكون عندنا مشكلة بهذا الموضوع تحياتي شكرا